السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل محل المشكل كده جميل لما يجيلك كده شوية تلفتح حلوين كده لونهم محني زي ما احنا شايفين كده اللهم بارك وشكلهم يفتح النفس ولسه جايك كده من الارض على طول كده عليك فرش هتبتيدي بقى تمسكيه كده اول حاجة تنظفي الطينة اللي عليه ما شاء الله اللهم بارك وتنظفيك كله كده من الشعر اللي بيبقى عليه ده واي حاجة غير مرغوبة وتشيلي الراس من فوق ومن تحت كده من عند الجزة لحد ما تبقى معاك زي الفل كده ما شاء الله اللهم بارك وعلى الطبق بتاعك النظيف اتخلصي الكمية كلها بقى تنظيف اللهم بارك بالشكل الامر ده اللفت من الحاجات اللي موسمها قصير جدا شايفين معايا الطارس زي والونوش زي زي ايه مش عارفة أقوله ويعني دايما ما كانوا يوصفوا حاجة انها بيضة قوية يقولك بيضها شاء اللفت يعني زي اللفت الأبيض الجميل كده ما شاء الله اللهم بارك فهو أبيض زي الحليب بقى مش عارفة يوصف أكتر من كده شاكله يفتح النفس كده اللهم بارك ولونه حلو وطري جدا والسكينة بتمشي فيه كده ما شاء الله حاجة زي الفل هنبتدي ننظف كل حاجة عليه حتى ما نخلص الكمية كلها شايفين شايفين حلوته حاجة أمر نخلي اللفت من الحاجات اللي موسمها قصير جدا ويعني بنكلها مرتين تلاتة كده في السنة وخلاص وبتختفي مدة طويلة مش زي المخللات التانية اللي بتطول معنا اللمون والزيتون والحاجات اللي بنحفظها طول السنة فهو الموسم بتاعه قصير وبنحاول كل ما يخلص نعمله تاني علشان يبقى متوفر معنا ونأكل منه حاجة جميلة وموزية ولزيزة وملحها خفيف وبتبقى مش زي المخللات اللي موسمها طويل او بتقعد معنا طول السنة فبيبقى ملحها عالي وممكن تكون درة شوية عن اللفت اللهم مبارك شايفين معايا الصغيرة والكبيرة تحسيها حلوة جدا وطاري جدا لازم نخلي بالنا وحنا بنشتري اللفت او كده ان احنا نجيبه يكون صغير ومحني وممكن كمان عادي يبقى كبير شوية بس اهم حاجة يكون طاري من قلبه ما يكونش شايخ يعني احنا هنشوف دلوقتي مع بعض اغلب اللبس اللفت معايا ما شاء الله تبارك الرحمن زي الفل السكينة بتمشي فيه بتعرفي على طول من ملمس السكينة وهي ماشية كده في تقطيع اللفت اذا كان طاري من جوة ولا شايخ يعني اللفتاية اللي انا بقطعها دي شايفين معايا لونها من جوة كده غريب والسكينة بتمشي فيها بصعوبة شايفين لونها من جوة مش احسن حاجة مش بيضة وكمان شايخة والسكينة بتمشي فيها بصعوبة ديما نخلي لهاش لازم نشيلها على جنب كده وتترمي لان هي مش هيبقى ليها طعم في التخليل فملهاش لازم اساسا ان احنا نعملها شايفين دي على كوبرها بيضة ازاي والتانية على صغرها شايخة وشكلها يعني لازم تترمي الكمية كلها لازم اخلصها بقى بالشكل اللي احنا شايفين وده تنظيف يعني مش كل الحاجة الصغيرة تبقى حلوة ومش كل الكبيرة قوي لازم تبقى بايزة حلوة قوي مخلل الليفت بنعمله دايما مع الحاجات مشكل علشان يديله تستحيله لازم تدخلي معاه انواع تانية وهو الواحده كمان طعمه لذيذ ومحبب للكبير والصغير شايفين اللهم بارك كل ما لاقي واحدة ما بتمشيش فيها سكينة كويس تبقى شايخة ولازم تترمي شايفين معايا كمان اللهم بارك علشان لسه جاي من الارض كده فرش الورق بتاعه اخضر منعنا الورق ده لازم يتحشي بتشيل الورقة كده من عند العنقود بتاعها وتبتدي تقطعيها وترسيه كده على بعضه زي ورق العنب وبعد كده هنشوف هنعمل بي ايه بقى احلى محشي ورق ليفت طعمه بيقى في منتهى اللازازة واخد كده من نفس المزازة وبيبقى طعمه خطير وريد من ورق العنب اللي غسلت بقى الروس بتاعتي بعد ما نضفتها زي ما احنا شايفين غسلة خفيفة كده على السريع وهبتدي اجيب بقى القطاع بتاعتي وهقطعها بشكل كده هقطعها الاول بسكينة ترنشات زي ما احنا شايفين الشكل ده شايفين قلبه ابيض زي الشمع ازاي وفي نفس الوقت بعد ما قطعت ترنشات انا بحب أقطعه باللي قطعها المشارشرة دي بتاعت المخليلات بتخلي شكله حلو وبيبقى اصابع كده مشارشرة وشكلها يفتح النفس قطعيه بقى بتشكينة بالقطعه بقى اي شكل انت بتحبيه شايفين معي ده الشكل اللي انا عايزاه اصابع كده متوسطة وفي نفس الوقت مشارشرة وشكلها جميل اجيب طبق تاني بقى نظيف واكمل الكمية كلها بالشكل ده وطبعا لازم اكون غسلة البرتمان اللي هخلله فيه ومحضره مع قمو كويس علشان المخلي البتاعي ايش اطول وقت ممكن وما يعملش ريم على وش البرتمان ويخرب مني بسرعة هقطع بسرعة شوية القطعه بتسعف معي اكتر من السكينة كمان بس لازم في الاول بقطعه بالسكينة عشان اعمله طرنشات كده في البداية انا من عشاء مخلل اللفت بيبقى هادي جدا بالنسبة لبقى المخللات وطعمه لازيز والميكسات بقى اللي بنحطها معاه اه طبعا هنشوف دلوقتي مع بعض هنحط معاه اللفت بتاعنا ايه علشان يطلع طعم مميز جدا اخلص الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو دي الكمية بتاعتي بعد ما قطعتها شكلها اللهم مبارك كده اخدها غسلة كمان شاطفة كده بمطرح بقى مسكتها بايدي والقطع والتقطيع وبعد ما اخسلها هجيب بقى الحاجات اللي حطها عليها الاضافات عندي فلفل احمر كده بحيط بقى اضيفه بيدي لون حلو كده جوه البرتمان وبيخلي شكل المخل اللي يفتح النفس وابتدي اشيل البزرة بتاعته واقطعه ترنشاط كده وكمان فلفل الاسباني الطويل ده بيبقى شكله حلو طعمه حلو جدا في المخلل وكمان طعمه حلو من غير تخليل الفلفل احمر ده طعمه وقيمته الغذائية عالية جدا في فيتامين الف عالي جدا وكمان في فيتامين سي هنبتدي ناخد الفلفل الوان اللي احنا عملناه ده هو كله فلفل بلدي عادي بس يعني جايبه احمر واخضر علشان يبقى شكله حلو كده في البرتمون مادي فيه الوان كده مختلفة الابيض في اللفت والاحمر والاخضر في الفلفل وكمان هضيف كمان كام حبة جذر كده ده دي تقشره عسرية وهشيل بقى راس الجذرة من تحت ومن فوق كده علشان تبقى نضيفة معايا تمام وابتدي اقسمها تنين وبالقطعها برضو وهقطعها عشان تبقى تديني برضو الشكل المشرشر زي اللفت على السريح كده هبتدي اقطعهم وهضيفهم معايا على اللفت المخلل اللفت بيستوعب حاجات كتير جدا ممكن تضيفيها عليه يعني كمان ممكن تضيفي لو عندك ارنبيض هتقطعي كم شوية كده وتحطيهم كم زهرة كده بيبقى طعمه لذيذ جدا ممكن تضيفي ليه بصل ممكن تضيفي ليه العروق بتاعة الكوروم بيبقى طعمه حلو جدا شايفين الله مبارك الالوان بقت شكلها حلو ازاي قطري وقليلي بقى في المكونات على حسب زوئك وحسب ما بتحبي بتحبي الجذر اكتر زودي بتحبي اللفتة اكتر بتحبي الفلفل والشطة حسب زوئك وحسب ما بتفضلي شايفين معايا الالوان شكلها تحفظ ازاي انا طبعا لقطة دي رحت مني عبيت البرطمون بتاعي وعملت المحلول عبارة عن كل اللتر المية علي معلقتين من الملح ومعلقة من السكر علشان تدي ارشا وكمان معلقتين من الخل وعبيت البرطمون وحطيت له المحلول بتاعه وغطيته كده بورقة استراتش علشان يحفظ عنه الهوى وكمان قطعة من الهاشامندر علشان تديه لقلون الوردي الخطير ده وكده عملنا بخال اللفت الخطير ياريت تجربوه ومتنسوش لأي قشير